بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية أسر اتفقت لقبا وافترقت نسبا نرجع إلى ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات وكتب التاريخ والأنساب والتي نقوم بفهرستها في مشروعنا مشروع ديوان الخليج أضخم قاعدة بيانات خليجية اليوم نتكلم عن لقب العسعوسي أو العصعوسي بالسين والصاد وهما أسر متفرقة ما هو مرجع هذه الأسر من الأسر التي تحمل لقب العسعوسي أسرة كويتية أهل شرق وهذه أسرة قديمة سكنت الكويت قبل أكثر من 250 سنة وهناك وثائق قديمة تدل على قدم سكن هذه الأسرة في الكويت وهي أسرة قدمت من الأحساء أو من قطر وترجع في نسبها إلى بني خالد سكنت الكويت قديما وعرفت بشهرتها البحرية فبرز منها النواخذها الكثر الذين خلدت تاريخ ذكرهم ويصعب ذكرهم هنا ولعلنا نفرد الكلام عنهم لاحقا إن شاء الله كما أنه برزت أسماء لامعة من هذه الأسرة تبوأ مناصب رفيعة في الكويت وصاهروا العديد من الأسر الكويتية من الأسر التي تحمل لقب العسعوسي بالسين أو العسعوس أهل حرم وزبيض وهي أسرة مشهورة أيضا هناك أسر تحمل لقب العسعوسي لكن بالصاد العصعوسي فمنها على سبيل المثال أهل الشقة في شمال بريدة ويرجعون إلى البرباع من عنزة وهناك العصعوس أو العصعوسي وهم من العوازم من الأسر الكويتية هذه نبذى عن هذه الألقاب ولعله إن شاء الله تعالى لاحقا نفرد الكلام عن لقب آخر والمجال مفتوح للتواصل لتوثيق مرئي أو في كتاب أو من خلال البحث ما بين أيدينا من هذه الوثائق الكثيرة نراكم على خير